السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد مع كتاب الله الذي هو اطيب الكلام نواصل النظر والتأمل في الايات القرآنية وكنا قد وصلنا الى سورة الانعام الملقبة بسورة الحجة لان فيها الادلة والبراهين الساطعة على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ان القرآن الكريم وحي من الله وان رب العزة هو الخالق الواحد الاحد نواصل ايها الاحباب الكرام واخر مرة توقفنا عند الاية مئة واثنى عشر الاية مئة واثنى عشر من سورة الانعام نقرأ ما تيسر ثم نحرص على ان نتأمل ونتدبر ونستحضر بان هذه الايات كانت تتنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظروف عصيبة جدا كان المشركون بدأوا يكثفون جهودهم للنيل من الدعوة الاسلامية وانتقلوا من الحصار الاقتصادي والاجتماعي الى الجدال والى الادلة التي يظنونها انها قوية ودامغة لمحاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاصرة الدعوة لكن هذه الايات البينات تجيب عن كل الشبهات وتستمر تستمر الى عصرنا هذا وتبقى حتى بعد عصرنا نحن نموت وندفن وننتهي وتبقى هذه الايات للاجيال اللاحقة الى قيام الساعة تعالوا بنا نتأمل نتدبر ونتبرك اي نعم من اهداف البرنامج التعلم والتدبر والتفكر وايضا التبرك بالقرآن الكريم شفاء من كل داء وسقم القرآن الكريم دواء من العلل والامراض القرآن الكريم بركة جالب للرزق جالب للخير وحصن حصين وحماية شاملة ونور وضياء على الاسرة والاولاد والاحباب وبقية الذين يشملهم النور الالهي اذا نواصل بدءا من الآية مئة واثنى عشر من سورة الالعام بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتسرى ولتسرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل في مضامين هذه الآيات البينات ربنا جل جلاله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ربنا يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الضرفية كان صلى الله عليه وسلم يعاني الأمرين إنه يتعرض للنقد يتهمونه بأنه كذاب وأنه مدعي وأنه مسحور أو أنه ساحر مرة يقولون إنه ساحر ومرة يقولون إنه مسحور وأيضاً كل مرة يقولون فيه كلاماً غريباً وبعض آخر يقول بأنه عنده علاقة مع الجن ومنهم من يقول ينقل كلام الأديان السابقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الشدائد فجاءت هذه الآيات البينات مسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له يا محمد اسبر لست وحدك الذي يقع له هذا الأمر فكل الأنبياء وكل المرسلين الذين مروا وتعاقبوا على التاريخ كانوا يعانون من نفس هذه الشدائد ومن نفس هذه الصعوبات فاصبر يا محمد اسبر ولا تحزن ولا تخف فإن الله تعالى حفظ علم قال له هذه سنة في الأرض لكل نبي نرسله إلى الخلق نجعل له أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به دعوة الأنبياء هذا موطن الاختبار لأن الحياة الدنيا هي اختبار وهي صراع متناقضة الحياة الدنيا خلقها الله تعالى فيها أشياء كثيرة وفي العمق هناك سراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الإيمان والكفر هذا هو عمق ولغز الحياة الدنيا فربنا يقول يا محمد كل الأنبياء جعلنا لهم أعداء إما شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي يزين بعضهم لبعض الأمر ويدعون إلى باطلهم يزخرفونه بعبارات شتى يقدمونه في أحسن صورة ليغتر بها السفهاء ويغتر بها العوام ويغتر بها حتى ينقادلها الأغبياء هناك أشخاص نسمعهم يتكلمون ويتقنون اللغة بألس مختلفات ويتحدثون بألفاظ منمقة قد يسمعهم الإنسان العادي فيقع له انبهار ويقول الحق مع هؤلاء أنا بالأمس للأسف بالأمس تلقيت مكالمة من إسبانيا من مغربية صارت مسيحية لا حول ولا قوة إلا بالله مغربية ذهبت إلى إسبانيا لتعمل هناك في حقول الفرولة ولكي تأتي بمال تساعد به زوجها وأولادها إذا بها تقول اقتنعت بالمشغلين أعطوني كلام وكلام وكلام واقتنعت بهذه الديانة وتركت الإسلام وتسألني هل أصوم هذا الرمضان المقبل أم لا هل يمكن أن أجمع بين كذا وكذا هذا موضوع طويل سأفصل فيه إن شاء الله فيما لاحقا نبقى في تفسير الآيات القرآنية ربنا يقول بأن الأعداء الذين يسخرهم الله تعالى ضد دعوة الأنبياء والمرسلين يكونون من الهن ومن الإنس يسمون شياطين من هم الشياطين هم المتمردون والأشرار الذين يكونون عندهم أفكار مضادة للدين وللإيمان وطبعا عالم الجن ليس كله أشرار هناك فيهم المسلمون الأخيار الطيبون كما في الإنس الإنس عندنا أناس أخيار طيبون صالحون وعندنا الأشرار وهكذا في عالم الجن فربنا لما يتحدث ويقول جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن هذا يعني بأن حتى الصلحاء وحتى الفضلاء لهم أيضا أعداء من شياطين الإنس والجن أنت أيها المستمع الكريم عندك أعداء من شياطين الإنس والجن ولعل حياتك الآن فيها عدة صراعات وفيها صعوبات لا تحلل تحليلا ماديا صرفا أي نعم نحترم القواعد العلمية ولكن وراء القواعد العلمية هناك أشياء روحية خطيرة جدا كل إنسان خلقه الله لم يخلقه هكذا منفردا معه شيطان ومعه ملك أنت أيها المستمع الكريم وأنت أيها المستمعة الكريمة معك ملك كريم ومعك شيطان والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ما منكم من أحد إلا ومعه قارينه من الجن وقارينه من الملائكة قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانى عني عليه فأسلم فلا يدلني إلا للخير ربنا إذا أراد أن يكرمك جعل القارين الذي معك لهو من الجن أسلم إن أسلم صرت من أولياء الله الصالحين ما الفرق بين عامة الناس وأولياء الله الصالحين النس عندهم قارين ملك يرشد إلى الخير وقارين جن يرشدك إلى الشر فإذا ما صرت في طريق الإيمان واليقين تتدرج ووصلت إلى مستوى رفيع فإن ذلك الجن القارين يسلم وإذا أسلم وصار من أهل العبادة والطاع صارت حياتك كلها كل حياتك نظافة كل حياتك عبادة بعيد كل البعد عن الحرام هناك أناس أشبه بالملائكة فوق الأرض معنا الآن تجده يستيقل صباحا قبل الفجر يصلي لله ويؤدي الصلوات في وقتها ويعمل بإتقان وإخلاص ويعاشر العائلة والأحباب والمقربين بمحبة ورحمة ويكرم على قدر استطاعته وزيادة ولا ترى منه سوءا لا يسرق ولا يحسد ولا يظلم وحتى شهوات الدنيا ورغباتها لا ينظر إليها إلا بما أباحه الله وما حرمه الله ينظر إليه بعين الخبت والخبائت لا يقرب هذا ما حائقة أمره أن قارنه من الجن قد أسلم فصار يعينه على الطاع فهناك من إذا أسلم قارنك من الجن صرت من أولياء الله الصالحين لأنه هو الآخر يساعدك على طاعة الله ورسوله والقيام بأوامره هل تعلمون أيها الأحباب الكرام أن من عالم الجن هناك من يحضر دروس في المساجد هل تعلمون بأن منهم من يصوم أكثر منا وإذا كان قارنك هذا قد أسلم فإنه يساعدك على العبادة هناك من يوقده لصلاة الليل هناك من يكون نائم فيشعر بأن شيء يوقده قارنه يوقده لصلاة الليل يوقده لأداء الفجر وينبهه إلى أشياء قد تضره ويرشده إلى أشياء قد تنفعه وهذا واقع في المجتمع لكن الناس طغى عليهم ثقافة علم النفس وعلم الاجتماع التحليل المادي الصرف ونسوا بأن هناك عالم آخر خلقه الله جل جلاله ربما قد يستمع إليه الآن بعض المثقفين ويقول هذا هراء وهذا كلام ليس له مستند علمي الجواب بكل بساطة باعتبارنا مؤمنين ونؤمن بالقرآن ربنا وضع صورة بكاملها سمها صورة الجن ماذا قال فيها قال قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعال جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد هؤلاء نفر من الجن طائفة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا منكسر الجناح لما طردوه من الطائف وبقي في وضع ضعيف كان يناجي ربه وبدأ يقرأ القرآن فاستمعت إليه طائفة من الجن فتقدموا إليه وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يعني أن المشركين رفضوا القرآن وقالوا هذا خرفات وأساطير الأولين هؤلاء الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا وقالوا بأن ما مضمون ودى القرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به بسرعة لم يجادلوا المشركون أبو لهب وأبو جهل وغيرهم جادلوا وحاربوا ونافحوا أما هؤلاء مباشرة لما علموا بأنه قرآن يهدي إلى الرشد آمنا به وانتهوا عن الشرك ولن نشرك بربنا أحدا وأعلنوا عقيدة التوحيد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد بمعنى أن الله ليس له صاحبة وما له ولد كما يدعي بعض الأديان الأخرى تدعي بأن الله تعالى له أولاد اليهود يقولون العزير ابن الله النصارى يقولون المسيح ابن الله وربنا يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفوههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل ربنا نهى عن كل هذا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد العقيدة أيها الأحباب الكرام هي رأس المال الحقيقي رحنا بعد الموت رح لن نسأل بين يدي الله تعالى عن أي شيء سوى عن العقيدة لن يسألك ربنا عز وجل عن أي حزب تنتمي هل لليمين أم لليسار أم لوسط اليمين أم لوسط اليسار لن يسألك عن أي فريق رياضي ترفع قميصه لن يسألك عن أي بلد كنت تتمنى أن تكون مواطنا فيها تحظى بحقوق الإنسان لن يسألك عن الشواهد العلمية المحصل عليها لن يسألك عن مكان سكنك ولا عن رقم بطاقتك كل هذا خاص بالدنيا سيسألك ربنا عز وجل أول ما يسأل عن العقيدة عن الصلاة وهذا هو رأس المال الحقيقي وغيره حده الدنيا فقلنا بأن الحق عز وجل يخاطب نبيه ويقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن فسينا محمد أخبر بأن حتى عدوه أسلم وصار يدعو إلى رب العزة وهكذا مجموعة من الصحابة أسلم قارنه من الجن وإذا أسلم قارنك من الجن صرت من أهل الله من أراد أن يكون من أهل الله ومن أراد أن يصل إلى عالم الملكوت ويرى عوالم الرحموت ويصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فوق الأرض عليه أن يحرس أن يسلم قارنه من الجن فإذا أسلم لن يرشدك إلا للخير لن يكون عنده هناك وسوسع لن تكون عندك هناك اكتئاب نفسي لن يكون هناك خوف عن الرزق لن تخاف من المستقبل القريب أو البعيد لن تحزن عن الماضي التعيس بالعكس تعيش حياة طيبة كلها في الإيمان وفي الصلاح والفلح ومن الجن هناك دعاة والله مرة رأيته في شبه منام دعاة من الجن يلبسون البياض وهم منطلقين إلى أين يبحثون عن حلق الدكر ويبحثون إذا كنت تقرأ القرآن يسترقون السمع ويستمعون وهؤلاء قد ذكرهم الله تعالى في سورة الأحقاف لما قال جل جلاله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يولوا إلى قومهم مندرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هؤلاء هم دعاة الجن هؤلاء علماء ودعاة ومبلغين وصالحين لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في خلوة بالليل بمفرده استمعوا إليه فحضروا إلى مجلسه وقال بعضهم لبعض أنصتوا أنصتوا رحمكم الله قالوا أنصتوا فاستمعوا إلى كلام القرآن العظيم وأتر فيهم فلما قضي لما انتهى من القراءة ولوا إلى قومهم مندرين صاروا دعاة ذهبوا إلى أقوامهم يبلغون الدعوة الإسلامية لعالم الجن قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قومهم كانوا يهود على دين موسى عليه السلام فقالوا بأن الكتاب الذي ظهر إنه يصدق بموسى عليه السلام ويصدق بالتوراة مصدقا لما بين يديه وأنه يهدي إلى الحق مبادئ الحق الأمم المتحدة الآن قائمة على مبادئ الحق حقوق الإنسان القرآن هو أحق من جاء بالحق وإلى طريق مستقيم ثم لاحظوا أيها الأحباب الكرام لما قال ربنا عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فهؤلاء الأقوام هناك من عنده جن والعياد بالله لا زال كافر ومارد ولهذا السحر تجدهم يتعاملون مع الشياطين ليضلوهم تجد السحر والكهنة عندهم كلام أحيانا يكون صادق تسأله كي يزلك الحساب كي يضرب لك الكارطة كي يلعب لك الدون كي يجيب لك لك كلمهية هذك كتقول هل هذا يعلم الغيب؟ أبدا سيدنا النبي قال إذا قضى الله الأمر في السماء هناك القضر ينزل من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوا فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع هذا الجني يستمعها يسترقها يسمعها مسترق السمع ويلقي بها إلى الآخر فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى الآخر حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء هكذا يروي النبي الكريم كيفية الذين يستعملون الجن لكي يأتوا بالأخبار الباطلة الباطلة وللأسف هي منتشرة في حياتنا المعاصرة لن نقول أن هذا كلام قديم كان في عهد النبوة اليوم هذه تجارة مزدهرة وللأسف فيها زبائن وفيها أشخاص مهتمين والعيد بالله ثم قال الله تعالى ولتصرى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة أي أن القرآن الكريم تميل إليه قلوب أهل الإيمان واليقين يعني أهل الذين لا يؤمنوا بالآخرة إذا استمعوا إلى القرآن فهم لا يهتمون به يقولون بأنه مجرد كلام قديم لكن أهل الإيمان أصحاب العقول النافعة الذين ملأوا قلوبهم بذكر الله إذا استمعوا إلى القرآن فإنهم يرضون به ولتصرى إليه أفئدة الذين يؤمنوا بالآخرة وليرضوه أي بعد أن يصروا إليه رضوا به وقد تزين ذلك في قلوبهم ربنا يزين في قلوبهم إذا أحبك الله تعالى زين لك القرآن في قلبك وجعلك تحشقه وجعلك تقدسه وتجعلك تؤمن بكل فكر جاء فيه ولتصرى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة وليرضوه كان أبو در الغفاري رضي الله عنه يروي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس فقال يا أبا در هل صليت؟ قال لا يا رسول الله لم أصلي قال قم قم فاركه ركعتين ثم قال أبو در لما صليت جلست إليه وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال يا أبا در هل تعودت بالله من شياطين الجن والإنس قلت لا يا رسول الله قال وَهَلْ لِلْإِنْسِ مِنْ شَيَاطِينِ قَالَ نَعَمْ هُمْ شَرٌّ مِنْ شَيَاطِينِ الجِنِ فكما أن هناك الجن عندهم شياطين هناك إنس مثلنا أيضا هم شياطين وللأسف الشديد يفكر تفكيرا سلبيا أنه يتمنى زوال الخير على الآخرين يفكر كيف يسرق أموال الناس يفكر كيف يضحك على حقوق الناس وضقون الناس يفكر أنه يؤذي الآخرين ومن أرد أن يعرف ذلك فالمحاكم ملأ بقضايا النزاعات هناك اختلاس أموال هناك جرح وضرب هناك عنف ضد النساء أو عنف ضد الرجال مضاد هناك أشياء وأشياء ثم بعدها ربنا عز وجل يقول وليقترفوا ما هم مقترفون يعني أترك هؤلاء كل يفعل ما يشاء لا إكره في الدين الآن هناك حرية مطلقة من أراد أن يسير في طريق الاستقامة فله ذلك ومن تمرد وأراد أن يقترف المحرمات ويروج الشبهات فله ذلك الأمر حر لكن يوم القيامة هناك الحساب بعدها بعدها ربنا عز وجل ينتقل بنا إلى مقام آخر فيقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتينهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما يعني يا محمد يعني يا محمد يا أيها الرسول قل هل إذا أردت أن أحتكم أو أشر أحكام هل أبحث عن إله آخر أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه كلا إن كل ما سوى الله محكوم عليه لا حاكم الحاكم فقط هو الله هو صاحب الحكم وصاحب التدبير وهو الخالق للمخلوقات لا خالق إلا الخالق نحن مخلوقين والله الخالق والمخلوقين محتاجين إلى خالقهم ولا ينفعهم إلا خالقهم نحن مملكين والله المالك والمملك لا ينفعه إلا المالك ونحن مرزوقين والله الرازق ولا ينفع المرزوقين إلا الرازق فنحن محتاجين إلى ربنا الله عز وجل هو المنزع عن كل شيء أما غيره من الجهات التي تحكم بغير ما أنزل الله فهي مشتملة على النقصان على العيب وعلى الجور والظلم فكيف يمكن أن أتخذ جهة معينة حاكمة؟ الحاكم هو الله عز وجل هذا الكلام وكأنه يهيئ ربنا عز وجل يهيئ المسلمين لكي يستقبلوا الآيات التي سوف تأتي فيما بعد يعني أول آية الأحكام ستأتي بعد هذا الفاصل لاحظوا أننا منذ أن بدأنا تفسير القرآن الكريم أكثر من سنة ونصف الآن كل كلامنا حول العقيدة حول التوحيد حول الإيمان حول البعث والنشور حول قصص الأنبياء هذا هو القرآن المكي أما القرآن المدني فهو متعلق بالأحكام الشرعية لم نصل إليه بعد هذه الآية تعطي انطباع بأنه أوشك أن الله تعالى ينزل القرآن المدني فيه آيات الأحكام لهذا يهيئ قلوب المسلمين لتقريل وقبول الحكم حكم الشريعة فربنا سيأتي بشريعة سمحة ويجعلها منطلق التحكيم في جميع الشؤون المسلمين في الشؤون التربوية والشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية والشؤون الفكرية والاقتصادية والسياسية وربنا سيطلب فيما بعد لما ينزل هذه الشريعة أن تكون هي مرجع المسلمين في القضاء وفي حفظ الأمن وفي إعلة الحقوق إلى أصحابها وفي محاربة الفساد بجميع أشكاله وفي فض النزاعات من الناس وفي رعاية أمورهم ومصالحهم وفي إعمار المساجد وفي إتاحة الدعوة إلى عبدة الله هذه كلها مبادئ جاءت بها الشريعة ولاحظوا هي قوام الدولة لما نقول الدولة الحديثة لابد أن يكون فيها قضاء وتعليم وصحة وأن يكون فيها مجموعة من المؤسسات التي تحكم النظام العام في المجال الأمني والمجال الحقوقي والمجال التجاري فكل هذه القضايا تناولتها الشريعة الإسلامية ومن بينها إعمار المساجد وإتاحة الدعوة إلى عبدة الله ما صار يصطلح عليه الآن باختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فربنا عز وجل أمرنا بأن نحكم هذه الشريعة لأنها أكمل الشرائع وقد جعلها الله تعالى خير الشرائع لهذا ختم بها الرسالات كل نبي جاء برسالة وبدعوة والشريعة الإسلامية ختم بها الله تعالى الرسالات ليس هناك رسالة بعدها لا ننتظر أن تكون هناك رسالة وهذا كلام صادق مر الآن خمسة عشر قرنا ولم تظهر أي رسالة ثم إن الله تعالى جعل هذه الرسالة الإسلامية جعلها قابلة للتطبيق في كل مكان وفي كل زمان إلى قيام الساعة وجعل هذه الشريعة التي طلب مننا أن نحتكم إليها جعلها معصومة من التحريف وأعطاها ميزات وخصائص منها التبات واليسر والتوسط والمرونة وأنها تحكم بالعدل وبالمصلحة وأنها تلائم الأحداث التي تمر بها الأمة والإنسانية طبعا قد يقول قائل هل تحكيم هذه الشريعة الإسلامية لابد أن يكون لكل قانون أو نظام نص شرعي في الكتاب والسنة لا ليس كذلك يكفي أن يكون منطلق وأساس هذا النظام بما يوافق الشرع ويناسب المصلحة العامة مصلحة الفرض ومصلحة الجماعة دون أن يكون مخالفا للشرع وهذا ما يسمى بمقاصد الشريعة هذا هو الذي قال فيه الله تعالى الحكم أفغير الله أبتغي حكما مقاصد الشريعة هذه علم كبير وضعه الفقهاء والعلماء على امتداد تاريخ الإسلام قرروا من خلاله بأن جميع الأحكام الشرعية التي يضعه المولى عز وجل معللة ما معنى معللة؟ يعني نعرف بأن كل حكم له علة له غاية له قصد لأن كلها كلها مفهومة ومعقولة المعنى فالدين ليس فيه له ولعبت الله منزه عن ذلك وهو القائل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين هذا شيء ما فيش اللعب هذا شيء حق وكله كله حق وضده الباطل هذه المقاصد سموها العلماء بالكليات الشرعية الخمسة وهي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل أو العرض وحفظ المال يعني ممكن أن نحكم للدولة بأنها تحكم شريعة الله إذا كانت تراعي هذه الكلية الشرعية الخمسة الدولة إذا كانت مثلا لكي تحفظ الدين بمعنى أنها تقوم بالمساجد أنها تبني المساجد وتبني دور القرآن ومدارس تؤهل من خلالها الحفظة والعلماء والمفتين والدعاة والمؤدنين والخطباء وتحافظ على القيم الدينية هذا يسمى حفظ الدين هذا ما تقوم بالآن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحفظ النفس هذه الأجهزة الأمنية يعني الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية وحتى الأجهزة الاستخباراتية التي غايتها حفظ بيضة المجتمع فإنها تطبق حكما شرعيا وهو حفظ النفس وحتى مصلحة حوادث السير تمنع حدوث الحوادث واقس على ذلك ثم حفظ العقل حفظ العقل هذا تقوم به وزارات خاصة مثلا بالتعليم والتكوين والتقافة والتقافة تعلم وتجدد لكن إذا كان هناك خمور وإن كان هناك أشياء موازية قد تؤثر على العقل هذا المخالف للشريعة لكن الثقافة والعلم والمدارس وزارة التعليم وزارة التقافة وزارة كل ما يعنى بخدمة العقل فهي إذن تحكم بالشريعة الإسلامية ثم حفظ النسل أو العرض وهذا تقوم به في الغالب الوزارة العدل حينما تضبط علاقة الزواج أي علاقة عاطفية تكون في سياج العلاقة الزوجية موتقة لا تكون هناك علاقة رضائية علاقة حرية قد يبدو ذلك جميل ولكنه مخالف للشريعة لأنه يترتب عليه الحمل الغير الشرعي ويترتب عليه أطفال الشوارع ويترتب عليه النسل الذي ليس عنده أصل وإذا لم يكن له أصل انتظر أن يكون الإجرام ويكون هناك المال يتوقع والعيد بالله ثم حفظ المال حفظ المال تقوم بوزارة المالية ووزارة التجارة وبقية الوزارات التي تعنى بالاستثمار كوزات الفلاحة وغيرها فحفظ المال هو أيضا من مقاصد الشريعة الإسلامية حتى يتمكن الناس من العيش الكريم هذه كلها تسمى كلية شرعية خمس حفظ الديني حفظ النفسي حفظ العقلي حفظ النسلي حفظ المال وكلها ينبغي أن تدبر انطلاقا من مراعاة المصلحة المصلحة الجلب المنفعة والدرف المفسدة وأن تكون للمصلحة للجميع ليس لفئة فئة محضوضة وفئة أخرى غير محضوضة لابد أن تكون للجميع وإذا كان هناك ضرر ينبغي أن يرفع رفع الضرر يسمى رفع الضرر أو يسمى قطع الضرر هذا الموضوع إن شاء الله قد نتناوله في برنامج الدين والحياة لأنه كبير جدا ولله الحمد والمنة فقد ظهر علماء جلاء كبار في التاريخ أبدأوا فيه وخصوصا المغاربة المغاربة مثلا عندنا المفكر الكبير علال الفاسي الذي كان من مؤسسي حزب الاستقلال هذا كتب كتب عظيم سمى مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها كتب عظيم جدا كذلك نجد في تونس محمد طهر بن عشور كتب عظيم مقاصد الشريعة الإسلامية وكذلك السلطان العلماء المسمى بالعز بن عبد السلام هذا الرجل عظيم لو ذكرنا سيرته في زمانه كان عالما فاعلا ليس عالما ينتظر الفتوى وحسب لا كان فاعلا كان يدخل في الميدين الوعرة وكان يسعى إلى إلى نشر القيم الحقيقية وكتب كتاب معروف سمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام يعني يقول بأن الدين ينبغي أن يدبر شؤون الدنيا وشؤون الدولة وشؤون الناس فكان يتدخل في بعض القضايا رفعا للظلم وإحققا للحق ليدا سمي بسلطان العلماء العز بن عبد السلام وكتب أخير معاصرة كثيرة منها ما كتبه العالم السوري الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي كتاب عظيم سمه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية وكذلك في المغرب عندنا الدكتور أحمد الريسوني في كتاب سمه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي هو عبارة عن دراسة تحليلية للكتاب الأم الموافقات في أصول الأحكام للإمام الشاطبي على أين أيها الأحباب الكرام هذه القضايا كلها تتكلم عن حكم الشريعة الإسلامية نعود لتفسير القرآن قال ربنا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل أنزل إليكم الكتاب مفصل ما معنى الكتاب مفصلة يعني أن القرآن فصل كل شيء يعني كل ما تسأل عنه موجود في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا أيضا لون أخر من ألوان الإعجاز لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان راعي للغنم ولم يتعلم لا يمكن أن يتحدث في كل شؤون الحياة في الدين في النفس في الاجتماع في الاقتصاد في السياسة في شؤون الأسرة لا يمكن هذا شيء كبير جدا غير باب الأموال وحده طويل باب العبادات طويل جدا ربنا يقول الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة يعني القرآن موضحا فيه كل شيء الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه فلا بيان فوق بيان القرآن ولا برهان أجلى من برهان القرآن ولا أحسن من القرآن حكما ولا أقوى مقيلا لأن أحكام القرآن جاءت مشتملة على الحكمة والرحمة وطبعا إذا قلنا القرآن نربط به السنة لأن القرآن هو وحي الله تعالى المنزل والسنة هي التطبيق العملي للقرآن الكريم سيما السنة الصحيحة ففيها كل شيء الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة فصل كل شيء فيخفي أن إذا ذكرنا مثلا في المكتبات الإسلامية الضخمة نجد مثلا أقسام قسم العبادات إذا دخلت إليه لن تخرج طويل عريض ينبغي أن تكون أن تكون مؤهلا ومنقطعا للدراسة كتاب الطهارة كتاب طويل وعريض كتاب الصلاة الصلاة بكل تفاصيل الطهارة فيها الماء الطهر النفسي المطهر لغيره فيها أنواع الاستجمار الاستجاء الغسل من الحيد الغسل من الجنابة كتاب الصلاة يا سلام على كتاب الصلاة فيه الصلاة الخمس صلاة الجمعة صلاة الليل صلاة التراويح والسرية والجهرية والصلاة على النبي الكريم كتاب الزكاة ما فيه في دور عظيم في الزكاة المال زكاة الزروع زكاة التمار أنواع الاستثمار وفلسفة التضامن الاجتماعي حتى الشيعة عندهم يسمى بكتاب الخمس الشيعة الخمس لأنه عندهم فرض غير عند أهل السنة يعطى للعلماء لكي ينقطعوا للدعوة كتاب الصوم كبير جدا في أحكام الصيام ونحن قريبين من رمضان سوف نتحدث عن الصيام نبقى شهر بكامله ولا نستوفيه كتاب الاعتكاف أن بين الفين والأخرى نعتكف هذه السنة طيبة من أرد أن يتخلص من الضغوط النفسية ويتغلى من الاكتئاب يعتكف الاعتكاف عبادة وعلاج كتاب الحج الحج مؤتمر عالمي كبير فيه طواف وسعي وقوف بعرفاء وفيه مبيت ممينا وفيه مناسك كثيرة كتاب العمرة تكون بين الفينة والأخرى وكتب أخرى مرتبطة بالعبادات كثيرة في العقود نجد كتب التجارة والبيع كتاب الشركة كتاب المضاربة كتاب الإجارة كتاب الوكالة كتاب المزارعة كتاب المساقات كتاب الضمان كتاب الوديعة كتاب الرهم كتاب الوقف كتاب العارية كتاب الصلح كتاب الإفلاس كتاب الحجر كتاب الهبة وغير ذلك عقود كثيرة في المعاملات المالية وفي الإيقاعات التوقيع على الأسرة كتاب النكاح وكتاب الطلاق والخلع والضهار والإلاء واللعان إذا وقع بين المرأة وزوجها اتهامة باطلة فالملاعنة تقول بأنه رأها تفعل تخونه كتاب اللعان كبير كتاب الصداق كتاب التفويض كتاب المتعة وبالترتيب العلماء يقولون ما يسن للناكح من الوليمة أولا ثم بعد الدخول لما يدخل الرجل بزوجته إلى العلاقة الزوجية وكيف يمكن أن يحصل السعادة ثم بعد ذلك قد يقع لقدر الله خصام فيتشاجران الرجل والمرأة وتذهب المودة وتبقى الرحمة فيذكر عشرة النساء ثم النشوز المرأة الناشيز قد تتمرد على زوجها وقد يكون العكس ثم لما تحصل الفرقة بين الرجل والمرأة وما هي التعويضات ثم الخلع إلى المرأة هي التي أردت أن تخلع زوجها أنه لا يليق أنه كثير الإداية وغيرها من أحكام الطلاق والرجع وغيرها وكتاب العتقي وكتاب الإقرار والتدبير والجعال والأيمان والنذر وقلس على ذلك وأما الأطعمة والأشربة فحدث ولا حرج كتاب الصيد والدبائح كتاب الأطعمة والأشربة وأيضا المعاملات الغصب كتاب الشفعة كتاب إحياء الأرض الموات كتاب اللقطة ثم تقسيم الفريضة التركة بعد الموت كتاب الفرائض ثم كتاب الشهادات كتاب الحدود كتاب القضاء التعزيرات القصاص الديات ثم كتاب الأمر بالمعروف والنيع المنكر كتاب الجهاد في سبيل الله كتاب العلاقات الدولية كتب كثيرة هذا معنى قوله تعالى الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة يعني موضحا فيه الحلل والحرام وإن شاء الله إذا كان في العمر بقية أيها الأحباب الكرام سنتحدث عن كل هذه الكتب وفروعها وأصولها ونستفيد من شريعة الله فيها فائدة علمية وفيها تبرك وفيها أجر وتواب عظيم هذا كله يعطينا واحد الانطباع بأن الشريعة الإسلامية هي صالحة صالحة وهذه كلمة نسمعها عند العلماء والدعاة ونسمعها عند الأساتدى والمعلمين في المدارس وفي الجامعات يقولونها لطلبتهم ولتلامدتهم ونسمعه أيضا حتى بين الأحزاب السياسية الإسلامية حينما يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية على مستوى الحكم والدولة لكن بالمقابل نسمع هناك ملكرين ينفون صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية ويقول بأن هذا العصر بعيد عن العصر التنزيل قاصرة عن التطبيق لأنها نزلت بعد 15 قرنا من ظهورها هناك تيارات ترفض رفضا باتا أننا نحتكم للشريعة ونجعلها في رقم بعيد نتسأل هل يمكن فعلا أن تكون الشريعة الإسلامية صالحة لتطبيق اليوم وإذا كانت بالإجاب فكيف نطبقها إذن يكفي أصحاب العقول أن نقول بأن هذه الشريعة تحتوي على عدة خصائص وعدة قيم ربما قد نرجع التفصيل فيها إلى حلقة الغد حلقة الغد بإذن الله نواصل التفسير هذه الآيات البينات وأذكر الأحباب الكرام قد وصلنا إلى الآية 114 أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا هنا وصلنا نستمر في قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك يعني هنا غيرتكلم ربي على الشهادة دي الأهل الكتاب يعني اليهود والنصارى الأحبار الصالحون والرهبان الصالحون سيشهدون بصدق هذا الكلام والذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون وسوف نذكر بعض الكبار العلماء والأحبار والرهبان الصلحاء الفضلاء المحققون كيف أنهم يشهدون بشريعة الإسلام ومنهم من اعتقد فعلا بأنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم هذا المقطع سوف نرشئ الحديث عنه إلى حلقة الغد بإذن الله نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله